صحيح. صحيح. بدأ يرجع تدرجان في مجرد. عايز عليك على مارس الكولرر رأيك في ايه وفكرة التدوير اللي بيعملو كتير في الفرق. لدرجة ان خلال عفتاح مبارح كان بيشارك بالمناسبة الشيب لما كنت تكلم معنا. وهاني كان عندك برة. منشوف طهر بيخش تاني. منشوف حمار بقدر بيخش تاني. رأيك في مارس الكولرر الموسم ده او مارس الكولرر عموما مع النادي الاجتر. دعوة يا ظل ان هو مدرب ناجح ومن انجح المدربين بالارقام. مش يعني مش احنا لبقول كده. اولا هو عام روتيشن دمه خفيف. ايه دمه خفيف. حلوة دمه خفيف. لان في روتيشن يخلي العيبة بعيدة والعيبة قريبة. يعني في روتيشن هنا ايه في العيبة بتلعبش من اول موسم. فاجهدها الكم ماتش وارباعد. ل هو بيغير دايما. وبعدين ما ما تشعرش ان فيه لعيب اساسي. لان نهارده لعيب بيجيب جول مارس بقيت لقاعد واحد تاني بلعب فبقى فيه ألفة ما بين اللاعبين. ولكن لأ كولرر يظل ان هو راجل ناجح بالارقام. واخد بطولة افركيا. انا شايفك وتبتكلم قبل الفاصل. من الجزء من افضل المدربين اللي جوم في تاريخ النادي الاهلي ومصر. انا يعني مش مختلف معاك خالص. ولكن خلينا قولك برضو ان امان الجزء نجح فين برا النادي الاهلي. فالنادي ال العوامل لاي مدير فان ينجح. المدرب اللي ما ينجحش. في النادي الاهلي يبقى عنده مشكلة كبيرة. اه. يعني عشان تبقى انت مدرب. وعندك الجمهور ده كله. الامكانيات دي كلها. اه. وكل حاجة معاك مهيئة ان انت تنجح. وما تنجحش يبقى لعيب فيك انت. صح. فهو مهيئ لكل نجاح. وانا شايفه ناجح بالارقام. بس ده ما يمنعش ان انت كمدرب وانت هو امكانياتك. يعني فيه. هو لو مش ناجح مش هستمر في النادي الاهلي. صح كده. ف اه. يعني فيه لعيبة بدون ذكر أسماء غلطة. تمادة عن الغلط. بقى عقاب بسيط. اه. اتقرر غلط قوت. مزبوط. قعد بقى عيط قعد اعمل. فبقى انا بحب الشخصية دي. خلي بالك فيه حاجة كتير جدا كريم. ممكن نس باشو غدا بالي منها. انا ممكن استبعت كريم. واتبح كريم. بس ده بقى في صلاح المجموعة. عشان ما حدش يمشي في نفس الطريقة. خلاص يبقى كل انت كلعيب عارف ان انت لو عملت زي كريم. هيبقى مصيرك كده. ف انت لو كريم ده اهم دعا في الفلو. حسناد الاهلي ما بيقفش على حد. اه. امبارح مسلا هنقول ان امام عشور من اهم دعا في الناد الاهلي. امبارح للنزل ما كان هو لو كسب الناد الاهلي. صح.